في قلب المواجهة المحتدمة منذ خمس سنوات لم تتوقف بندقية الجيش الوطني في الجوف عن تصويب رصاصاتها في صدر المشروع الإمامي ومواجهة أحفاده المهوسين بخرافة الاصطفاء أجزاء من الصحاري والجبال في هذه المحافظة ما تزال تشهد معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المشؤوم الذي أحال حياة اليمنيين إلى جحيم مفتوح للفوضى والاحتراب وتفشي الأمراض والمجاع هناك معرويات مرتفعة أبشر إن شاء الله أن النصر قادم وأن النشيات منتهية وأن كل المشاريع الصغيرة والمشاريع الانقلابية ستنتهي سواء في شمال اليمن أو في جنوب اليمن بإذن الله انطلقت شرارة المقاومة مبكرا في الجوف ودخلت خط المواجهة المباشرة مع أدوات الانقلاب بينما كانت محافظات أخرى كعمران وصنعاء تتهيئان لحكامه الجدد القادمين من كهوف الرجعية بصعدة وبمباركة إقليمية ودولية أفضت إلى إسقاط الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر وتسليم مؤسساتها ومقراتها لميليشيا الحوثي اخترت الجوف أن تكون في صدارة الموقف الرافض للانقلاب على الدولة وأخذت مبكرا في مواجهة أدواته على الأرض وصولا إلى تحرير مركز المحافظة ومديريات أخرى من قبضة الجائحة الحوثية لتعلن بذلك عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة تدريجيا عادت الحياة إلى مدينة الحزم عاصمة الجوف ومديريات أخرى إبان سيطرة قوات الشرعية التي شكلت بحضورها نافذة جديدة لتطلعات المواطنين نحو تحولات كثيرة وماثلة وإن بدت بطيئة ومتأخرة قياسا بالمحافظات المجاورة إلا أنها تمثل نقلة نوعية في حاضر هذه المحافظة وماضيها المليء بالحرمان بعد أربع سنوات من رحيل الانقلابيين من الحزم عاصمة محافظة الجوف شهدت محافظة الجوف تغيرات وتحولات كبيرة في المحافظة في الجانب الصحي والجانب التعليمي والنهضة المعمارية كثيرة هي الجوف بمواقفها المنافحة عن الكيان الوطني ومشروع الجمهورية على امتداد جبكاتها المشتعلة حربا وفي ذكرى الانقلاب المشؤوم الذي حدث قبل أربع سنوات ونصف ما تزال تواجه صلف الميليشيات في معركة استعادة الدولة والدفاع عن اليمن الجمهوري الكبير على الجرادي قناة بلقيس الجوف